ياسم تعال للصهاينا معناها تصريحات مش شكيات تصريحات مش كولوش هو هذي يحكينا قتلك هو تعهد بنفسه وبينما بالنسبة للإبادة الجماعية والجريم الأخرى لم يتعهد بنفسه إلى اليوم يعني ثم دوسي محلول من عام 2021 وقضايا مقدمتها شكيات مقدمتها جنوب أفريقيا وعدد من الدول الأخرى كالمكسيك كالشيلي كمشكورين ومعناها بطبيعا لاحظوا للسلطة الفلسطينية زادة ما قدمتش المحكمة الجنائية الدولية ما قدمتش قضايا هو مش سؤال قوس اللي تابعوا الكتيبة وتحية لكم الكتيبة الكل وحمد الله على رجوعك يا بينجو مرحبا بيك وتحية كبيرة الفدو تابع فينا من كل مناطق العالم الحمد لله أنا عندي مديدة أشرة مش بتش على العالم العربي والدول العربية والحكومات العربية وخلينا هذيك الكل وقلنا يلا نحكيه على المقاومة عما يجري في الميدان وغير وما تو أنت كيف حكيت خليني من الدول اللاتينية اللي مره أبو البابا سالم نواجهه وتحية قال كان فما جامعة دول اللاتينية ماذا بيا نمشيو ننتم يقولها خير من جامعة الدول العربية مالي يظهر لي الدول اللاتينية قاعدة تخدم في خدمة أكبر لكن اليوم دكتور عنا اليمام طبعا صور ما نشو نعديوهم خطر ما نجموش نعديوهم لأنهم يحكيوا على المجاعة وعلى يعني إبادة جماعية ممنوع إظهار الحق ممنوع إظهار الحق الحمد لله أننا هنا في ديوانة فام لأنه من داخل ديوانة فام أحنا أحرار في النطق بالحق إظهاره في صوره في فيديوهات هذية يتجاوزوني يا جماعة ما عادش تقولولي شوك ما تعديش تصويره أنا هنا عنا البث الحمد لله تابعنا تابع ديوانة فام وكله من تونس خطر كل ماهو من تونس لبس أي أمور تصير لبرة يظهلي من تونس تولي فامة إشكاليات المجاعة اللي صايرة بيأحنا كدول عربية كأنظمة عربية الدكتور عدنال إمام راهو اللي صاير في أطفال غزة وفي نساء غزة وفي رجال وكبار المسنين في غزة من جوع ومن إبادة ومن مجاعة موجودة اليوم ووقت اللي فامة آلاف الشاحنات موجودة واقفة إمدادات ماهاش قاعدة تدخل هذا أنا ما عادش النجمو زيدو نسكتون على ديوان فش نجمو فسروه هذي دكتور هذي معناها خايف شنا مشيقول دكتور لا هذي خطر إشكالية تظهر بسيطة هي إشكالية معقدة جدا عميقة جدا إشكالية معقدة جدا إذا كان مصر شكون مسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني اليوم مسيطر عليه الجيش الصهيوني وإذا كان مصر تقبل باش تتعامل مع الجيش الصهيوني باش يعديوا يعني المساعدات من ناحية من ناحية ثم عصابات اللي هي يحف معناها عصابات اللي وراها يد مخابرات وراها يد الجيش الصهيوني بيدو اللي تهجم على القوافل الإمداد الإنساني معناها واللي يستعملوا في المستوطنين للهجوم على الشاحنات هذية ولتهديد سائقيها ولإتلاف محتوياتها وما إلى ذلك هذه حاجة الحاجة الثانية إذا كان مصر يعني تتعامل مع جيش الكيان لمرور الشاحنات فمصر تعتبر قد اعترفت بالوضع القائم اليوم في رفح يعتبر اعتراف رسمي بالكيان الصهيوني كمتحكم في معبر رفح وهذا بطبيعة الحال له انعكسات كارثية معناها ويزيد كيف منقوله يعقد المهمة المهمة ويوضع مصر في وضع معناها صعب جدا معناها مصر هي كيف منقوله ترفض رفض مبدئي وقطعي التعامل مع جيش الكيان في خصوص فيما يتعلق بمعبر رفح خطر ما تستعرفش بيه هي وما تستعرفش باحتلال الكيان لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني بحيث هذي الاشكال القائم يعني الامدادات الانسانية لكن الستة شهر الولانين زادة كيف كيف رو ما كانش فاما الضربات في معبر رفح وكنتم مشاكل في الامدادات الانسانية هذك الامدادات دكتور لي هنا نستسمحك راهوا خلينا من لي نحكي وعلى مصر فقط وانا نعرف ليصوت برنامجي الحمد لله يخلط يخلط لكم برشا اللي قاعدين تابعوا فيه رو الدول العربية الكل ما شفناهمش وقت اللي تلموا في جامعة عربية ما شفناش بيان مشترك يفرض دخول هذه الامدادات وهو يحط الشروط متاعه ويقول بش ندخل المساعدات الانسانية واحنا الكل بش نغفور المعبر هذك الدول العربية الكل هي اللي بش ندخل الامدادات الانسانية ندخل في موضوع يعني اليوم الناس الكل اللي تقول يعني التيفو ومصر ومصر هيك هيا اللي عندها الحدود الدول العربية راهوا في موضوع القضية الفلسطينية انا مذابية اولا الساعة لازم نصنفه اي صنف ثم صنف اللي دول هذه حكوماته تتعامل مع القضية الفلسطينية بناء على مسالحها القومية ودون سوى ذلك وليس هناك اي اعتبار لا لالتزام مبدئي لا وجداني ولا ديني ولا قومي ولا حد شيء وهذا ما هذا يحال دول الخليج وحال الدول اللي نعرفها الكل ودول حتى في منطقتنا نحن وما الى ذلك الصنف الثاني هو الدول اللي تابعينها نحن واللي تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلقات مبدئية وجدانية قومية دينية اللي هو تونس العراق لبنان الجزائر اي الى اخره اللي هما الى اخره هي هذية تظهر كأنهم برشا هما ما همش برشا ما احنا حابين اقولوا فامش ما يخرين المقصود هنا هذية يحيلنا يرجعنا بالنسبة للدول اللي تتعامل من منطلق مصالحها القومية لا يجب ان ننتظر منها شيء الدول هذية لن تفعل شيء ملموس لن حتى في مساعدات انسانية حتى في مساعدات انسانية لا بالعكس بالنسبة لها يعني القضية الفلسطينية تتعامل معها كعبء كعبء طول في الوقت ونحن خلينا يخويا نشوفوا الرفاهية متاعنا ووزارة السعادة وكيف ما نقوله الممر الاقتصادي بين آسيا والشرق الوسط والكيان الصهيوني هم مشتركين في مشاريع ضخمة مشتركة لدول الخليج الرئيسية مشتركة في مشاريع عملاقة مع الكيان الصهيوني وهل هل الحاجات هذية بالنسبة لها سبعة أكتوبر وكذا حاجة تقلقها ياسر فسدولنا الملعوب هذو ما هما كانوا مستعدين بش يعني يتبعوا بش بش كاملة بحيث هذو ما لا ننتظر منهم شي أخصر هي القضية الفلسطينية عندها أربع أبعاد كات ديمانسيون دكور دور عنا تقيقة بش نقولهم يالله دكتور البعد الوطني الفلسطيني انتهى إلى ما قالت إليه السلطة الفلسطينية البعد العربي الدول العربية الرئيسية انسحبت من ساحة المعركة البعد الإسلامي هو اللي قاعد في الميدان يخدم البعد الإسلامي حزب الله وإيران والحول وأنصار الله والعراق وكذا البعد الإسلامي هو اللي تتغذى منه اليوم القضية الفلسطينية والبعد الرابع هو البعد الإنساني اللي يكون اللي منزل شغال مشكلة البعد الوطني الفلسطيني والبعد العربي اللي هما التكاو كيف ما نقوله البعد الإنساني باقي شغال وقائم الذات ولكن له أمباكت معنوي البعد الإنساني ما هوش باش يزود الفلسطينيين بالسلاح ولكن باش يضغط على الحكومات الغربية باش ما تفوتش خطوط حمراء وباش يعني تؤقلم خطابها مع انتظارات شعوبها الثائرة ضد الصهيونية العالمية كيف ما نقوله بحيث هذي عنوان وبرم الكلام فيه طول الشيء طول فيه الكلام إن شاء الله المرة جايلي تكون بحثنا شكرا جزيلا دكتور عدن الإمام على هذه الحلقة الثرية جدا شكرا لك وشكرا لكل من تابعنا الليلة التاثة وتسعين بالمئة يقولوا نعم أقنعنا دكتور عدن الإمام شكرا لكم جزيلا وإنما كنتوا قاعدين تابعوا فينا العزة لغزة والمجد والنصف لفلسطين لأرض الجبارين وكل ليلة يمكرون ويمكر الله والله خير المكرين